بسم الله الرحمن الرحيم بنستكمل موضوع فلاوت كايناماتيكس وبنبتدي نشوف انواع الفلاوت فلاوت وده موضوع مهم جدا جدا من نسبة لنا لانه بيعتبر الفرشة الاساسية لك لمهندس او طالب بيدرس فلاوت وهيدرس عليها كورسات اخرى كتير وبالتالي كل كلمة عندنا هنا بتعني شيء مهم جدا لازم ان احنا نكون عارفينه كطلبة او كناس هنبقى مهندسين وبنستخدم ميكانيكا الموامع في مجالات شغالينا او في مجالات كورسات اخرى كتير اول حاجة يعني ايه ideal fluid flow ويعني ايه real fluid الideal او بنو عليه physicalless او بنو عليه frictionless ليه؟ لان كلمة ideal او invisible معناها ان انا اهملت تأثير الفيزيكوس دي وابنو عليه is non-physical and incompressible طب يعني ايه الكلام ده؟ يعني الشير فورس مش موجودة يبقى الشير فورس between boundary surface and fluid or between is layer is absent غائبة يبقى الموجودة عن pressure force و body force يبقى اهم نقطة كلمة ideal fluid تعني انه physicalless fluid يعني تأثير الفيزيكوس دي طب الريال الحقيقي لا الحقيقي ما اعتبر الفيزيكوس دي موجودة يبقى اما السرايان المثالي بنهمل تأثير الفيزيكوس وزا ما قلنا السرايان المثالي ده سرايان theoretical يعني حاجة فردية يبقى ال ideal fluid لما بيكون عندي الفيزيكوس دي قليلة جدا جدا وبهمله ده بعتبره ideal fluid في الاناليس عندنا لما بكون الفيزيكوس دي قليلة جدا نجي النوع ثاني اللي هو تأسيم السرايان من ناحية compressible flow و incompressible flow ويمكن احنا كل كلمنا كنا سابقنا وتعرضناه في بدايات الكورس ان تأسيمات fluid flow لو انا بص من ناحية الفيزيكوس دي يبقى في عندي ideal وفي عندي real لما بص من ناحية الطائف الكسافة في عندي compressible وفي عندي incompressible يبقى لو الدينيستي بتاعت الفيزيكوس is very small بعتبره incompressible flow يعني التغير فيها بسيط جدا ولذلك احنا قلنا انه الليكويدز معظمها بنعتبرها incompressible ليه ان الدينيستي التغير مع التمريتشا بيكون بسيط جدا كذلك لو انا عندي low velocity of gases لو غازات سرعتها بسيطة جدا و small change of pressure و temperature رغم ان هي غازات بس بكونديشن معينة ممكن اعتبرها incompressible flow كذلك the flow through vans and the plower is considered incompressible as long as the density variation is اقل من 5% يبقى بالرغم من الفان بتشتغلوا فيه غازات الا انه التغير في الدينيستي بيكون بسيط جدا وبالتالي ممكن اعتبر انها هي incompressible كذلك احنا شفنا نوعين من ناحية تغير الكسافة ومن ناحية تغير الفيزيكوسي طب من ناحية انتظامية المائع او uniform and non uniform flow طالما انا اتكلم على uniform او non uniform يبقى انا بتكلم على تغير السرعة اذا كانت السرعة ثابتة في المقدار والاتجاه بقول على uniform flow يبقى uniform if the flow velocity is the same magnitude and direction at every point of the flow field يبسمي السريان uniform flow طب لو non uniform flow يبقى لو حصل تغير السرعة خلاص من مكان لمكان اصبح non uniform flow وبالتالي بيكون السرعة is not the same at every point يبقى انا هنا شفنا انواع السريان شفنا دلوقتي ستة انواع وبنستكمل انواع السريان بتاعتنا زي ما احنا شفنا انه انا عندي عشان اقول uniform flow يبقى السرعة ثابتة عند كل النقاط وبكده احنا بنكون شفنا بعض انواع السريان ان شاء الله المحاضرة القادمة نستكمل باقي انواع السريان شكرا اشتركوا في القناة